مرحبا بكم أيها السيدات والسادة في هذه المائدة المستديرة للبرلمانيين اسمي توماس شنايدر أنا أعمل لدى الحكومة السويسرية ويسعدني أن أكون ميسر هذه الجلسة الأمر هنا لا يتعلق به ولكنه يتعلق بتيسير الحوار مع البرلمانيين ولكن أيضا بين البرلمانيين ومع أشخاص آخرين يؤدون دورا عندما يتعلق الأمر بالحوكمة إن مصار البرلمانيين قد تطور عبر السنين في منتدى حوكمة الإنترنت لأن الناس أدركوا أن ليس الحكومات فقط والأعمال والشركات والمجتمع الفني والحكومات تلك التي تلعب دورا ولكن أيضا البرلمانيون يؤدون دورا هاما في إعداد القواعد لمجتمعاتنا عندما يتعلق الأمر بحوكمة الإنترنت ولدينا عدد من الفعاليات أتماء هذا المنتدى ومن ضمنها هذه الفعالية حول دور البرلمانيين في تشكيل إنترنت موشوق به لتمكين جميع الناس وأيضا بناء الثقة الرقمية للإنترنت التي نصب إليها طبعا هناك موضوعات متعلقة بالبيانات والخوارزميات وأمور أخرى وطبعا بدون الثقة فلن نتمكن من أداء عملنا فأرجو أن نبطئ الوتيرة إذن وننتظر برها حتى تنتهي الإعدادات لهذه الجلسة فأعطوني إذن إشارة عندما تكونوا حاضرين لبدء هذه الجلسة إذن يمكن أن ننظر إلى الحضور ونستمتع بهذا المشهد الرائع لأشخاص يبتسمون ويتحدثون مع بعضهم البعض شكرا للمشاهدة I prefer music published prior to 1850. Prior to 1850? Yes, I'm a classicist. Okay. And so anything after 1850 I'm not interested in. That explains why there's a logic in the internet that you co-created, because you've been listening to music that also follows a logic. This is the march of the gods into Valhalla. شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة نحن لدينا نحن لدينا نحن لدينا جيداً شكراً للمشاهدة جيداً للمشاهدة جميعاً لدينا شكراً للمشاهدة مرحبا بكم مرة أخرى في هذه المائدة المستديرة للبرلمانيين وكما قلت إنها تركز على تشكيل الثقة الرقمية للإنترنت التي نريدها وأيضا تقوية هذه الثقة وهو أمر ضروري عندما يتعلق الأمر بتكنولوجيات جديدة مثل نظم الذكاء الإصطناعي الذي يستخدم بيانات الناس لذا أنا سأقوم بتقديم أول متحدث وسنبدأ بوكيل الأمين العام السيد لي جونهو هو من سيبدأ الحديث ببعض الكلمات الاستهلالية لك الكلمة سيدي شكرا جزيلا سيد الميسر طابة يومكم جميعا السادة والسيدات البرلمانيين والبرلمانيات الزملاء الأعزاء بنيابتي عن إدارة الأمم المتحدة لشؤون الإقتصادية والاجتماعية من دواعي السروري أن أرحب بكم هنا في هذا المصار البرلماني هذه المائدة المستديرة في اجتماع المنتدى لعام 2023 طبعا إن تشكيل الثقة وبناء الثقة الرقمية أمر آني للغاية فإن الإنترنت والتكنولوجيات الرقمية تتزايد أدوارها في تشكيل اقتصاداتنا ومجتمعاتنا لذا من المهم أن تكون هناك إمكانية لصناع السياسات أن يفكروا في هذه الأمور وفي تطلعات الناس وأيضا في حماية حقوقهم ومن ضمنها الحق في الخصوصية نحن لا يمكننا أن نتعامل مع هذا الموضوع بصور متشارذمة فإن التنامي السريع في الجانب الرقمي للاقتصادات في العالم أمر يجعله حرينا بنا أن ننظر في هذه التكنولوجيات الجديدة في حياتنا اليومية وأيضا أن نضمن أن هذه التكنولوجيات تتبع مقاربة تضع الإنسان موقع القلب من هذا العمل أيضا أن السياسات والقوانين والتنظيمات يجب أن تيسر التعاون من أجل تطوير هذه التكنولوجيات الجديدة مع رعاية الابتكار في نفس الوقت وطبعا علينا أن نقوم بخلق مساحة رقمية تحد من إمكانية انتشار المعلومات الكاذبة والمضللة وأن تؤمن الإنترنت كأداء التمكين الفردي والجماعي السيدات والسادة البرلمانيين والبرلمانيات أنتم كمشرعين في نتاقتكم المختلفة يمكن أن تأخذوا هذه الرسالة الأساسية والتوصيات التي نخلص إليها هنا إلى المستوى الإقليمي والمحلي وأن تعملوا مع أصحاب المصلحة من أجل أن تؤثروا على هيكل حوكمة الإنترنت فإنما تفعلونه سيؤثر على حياة الجميع ويمكن العديد من الناس فنحن سنفعل ما بوسعنا حتى نقوم بتقليص المخاطر ونضمن أن الأفراد يمكنهم أن يستمتعوا باستخدام الإنترنت بصورة آمنة إن تواصلكم مع المنتدى أمر نقدره ومن الضروري أن ننظر في العمل الذي ينجس في هذه الجلسات وكموارد لأعمالكم على المستوى الوطني ونقاشاتكم البرلمانية أتمنى لكم تقاسماً مثمراً للمعلومات ونتطلع إلى مساهماتكم المثمرة وتوصيتكم شكراً شكراً السيد وكيل الأمين العام الآن لدينا مشاركة عبر الإنترنت السيدة جيهان محمود وهي من المالديف وعضو في اللجنة الخاصة بحقوق الإنسان والديمقراطية في الاتحاد البرلماني الدولي أتمنى أن تتمكنوا من سماعي نعم شكراً مرحباً بك السيدات والسادة أعضاء البرلمان المتحدثين المشاركين في المنتدى يبدو أن الثقة ليست دائماً متوفرة بكثرة إن الثقة في السياسة ليست مرتفعة هذا بحسب الاستبيانات واستطلاعات الرأي ولكن طبعاً هذا أمر ضروري للغاية لأن الناس يجب أن تثق أن الانتخابات نزيهة وأنه بإمكانهم أن يضعوا ثقتهم في ممثليهم ونوابهم بالنسبة للبرلمانيين فإن الثقة العامة هي مسألة يفكر فيها البرلمانيون دائماً ونحن نعرف من وقع خبراتنا الشخصية أن الثقة تحتاج إلى الوقت حتى تتأسس إن القواعد، اتباع القواعد وأيضاً العمل بصورة أخلاقية هي بعض المكونات لبناء الثقة لهذا السبب نحن اليوم نركز على الإنترنت الموثوق بيئة رقمية آمنة وأود أن ألفت عنايتكم إلى ثلاث مجالات تتعلق بعمل الاتحاد البرلماني الدولي ومن ضمنها العنف، عنف ضد المرأة والأطفال أيضاً في المجال السياسي نحن لا يمكننا أن نسمح باستمرار العنف في المجال السبراني بدون أن نتعامل معه علينا أن نتخذ التدابير القانونية لكي نقوم بالحد من هذا العنف فهذا العمل الذي نقوم به في الفضاء الاعتيادية علينا أن ننقله أيضاً إلى الفضاء السبراني الذي يجب أن يكون فضاء آمناً للجميع خاصة الأطفال هناك مجال آخر من شواغلنا وهو الانتخابات فإن هناك هذه المحاولات للتأثير على العملية الانتخابية هذا يحدث في جميع أنحاء العالم ليس فقط في الدول الكبرى هذا يحدث أيضاً في الدول الصغيرة مثل المولديف البلد الذي أنتمي إليه إن الطرق التي تنتشر بها المعلومات والفرص الجديدة لاستهداف الجماهير من الأمور التي يجب أن نتعامل معها فعلينا أن نعمل ما بوسعنا لكي نضمن نزاهة هذه الانتخابات إن شرعية حكوماتنا وبرلماناتنا تعتمد على هذا الموضوع وثالثاً الذكاء الاصطناعي الذي دخل بقوة في حياتنا في الأشهر القليلة الماضية إن هناك الكثير من الإمكانات والمنافع ولكن أيضاً الكثير من المخاطر فكيف يمكن لنا كمشرعين وخبراء ومجتمع مدني كيف يمكن لنا أن نجتمع سوياً من أجل أن نبني إطاراً لتنميتي واستخدامي هذا النوع من الذكاء الذي يمكن أن يثق فيه الناس هذه أحد الأسئلة التي يجب أن ننظر فيها فبالنسبة للبرلمانيين من المهم أن نتواجد هنا في منتدى حوكمة الإنترنت وأن نأخذ دورنا في هذا الحوار القائم ما بين أصحاب المصلحة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية نحن هنا لكي نتحمل هذه المسؤولية من أجل خلق إطار تشريعي يكفل الحماية للجميع ونحتاج إلى إسمع كل الأصوات مما يمكننا من اتخاذ تدابير الكفيلة ببناء إنترنت موثوق أنا متأكدة من أن هذه الأفكار متداولة هذا الأسبوع في منتدى إدارة الإنترنت وسنستمر في ذلك في إطار الإي بيو وفي إطار الجمعية البرلمانية الدولية وفي إطار منتدىكم شكرا الآن سنستمع لعضو في برلماني الدولة المضيفة الياباني سيد موكو يوكشيما تفضلي شكرا شكرا مرحبا بكم أنا تومكو كشيما رئيسة لجنة الشؤون العامة في مجلس النواب بنيابة عن أعضاء البلماني الياباني وبصفة رئيسة لجنة الشؤون العامة التي تتعامل مع سياسة المعلومات والاتصالات سأتقدم مواماكم بهذا الخطاب أعريبا خالص امتتاني لحضوركم وللبلمانيين في هذا المنتدى في طبعته الثامنة عشر شكرا وأرحب بكم في الحصة المخصصة للبلمانيين وأنتهزها فرصة للامتتان والممتحدة والاتحاد البلماني الدولي ومنظمين على جهودهم لجعل هذا الاجتماع حدثا ممكنا بصفة البلد المضيف لمنتدى إدارة الإنترنت في عام ٢٠٢٣ يساعدني أن نقدم هذه الكلمة حديث عن أصحاب المصلحة المتعددين الالتقاء منقشة موضوع النهوض بشبكة الإنترنت المفتوحة المجانية وجديرة بالثقة لدى منتدى إدارة الإنترنت جلسات تنظم بين أصحاب المصلحة المتعددين مثل الجلسات والشرعام الرفاعة المستوى بينها يوفر المسار البلماني فرصة للمشارعين تبادل الممارسات الجيدة ومناقشة حولهم والمشاركة في حوار مع أصحاب المصلحة والآخرين تنفيذ سياسات فعالة وكفوئة بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة باستخدام الإنترنت وتطويره وإدارته وإن نتائج هذه المناقشات سوف يكون تأثير على سياسة الإنترنت في كل بلد موضوع رئيسي للمسار البرلماني هذا العام وتشكيل الثقة الرغمية للإنترنت الذي نريده وعلى وجه الخصوص سننقش ثلاث موضوعات مهمة وتخص المجتمع الدولي أولا إدارة البيانات ثانيا الذكاء الصناعي وثالثا المعلومات المضللة ونقشات هذه الموضوعات أيضا في اجتماع الوزاري الرقامي وتكنولوجيا مجموعة السابع والذي استضبطت في اليابان هذه السنة تشمل هذه الموضوعات أيضا منقشات موسعة حول كيفية ضمان الموصولية الموثوقة مع معالجة الفجوة الرقامية ورابها وكيفية تعظيم الفوائد التي تعود على البشرية مع التخفيف من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والسنادة لنتائج متمر قمة هيروشيما لمجموعة السابع ستعقد عملية هيروشيما للذكاء الاصطناعي في شهر مايو أيام من هذا العام أو عقدت قرب نهاية العام سنعمل على صيارات مبادئ توجيهية دولية لجميع المطور الذكاء الاصطناعي من خلال هذه العملية وسيتشارك جميع أعضاء المجموعة السابعة الاعتراف بأهمية تبادل وجهات النظر مع أصحاب المصلحة المتعددين في هذه العملية وأعتقد أن منتدى إدارة الإنترنت والمسار البلماني المخصص فيه سيكونان فرصة تمينة للاستماع إلى أصوات المجموعة واسعة من أصحاب المصلحة وتطلع إلى إجراء مناقشات حية بشأن هذه الموضوعات الهمة في الختاب أتمنى لكم النجاح في جلستكم وشكرا شكرا لك سيدتي تموكو الآن سنستمع لشخص هو ليس برلمانيا بل إنه ممن رفق مسلسلة منتدانا منذ نشأته أدواره عديدة وآخر هذه الأدوار هو رئيس لجنة القيادة لك الكلمة يا بنت أنا دائما أخشى من التصفيق قبل أن أقول كلمة على كلين أتقدم أمامكم بصفتي التكنولوجيا وسط مجموعة من البرلمانيين والذين يطلبوا منهم فرض انضباط على تكنولوجيات معاقدة وتكنولوجية الإنترنت والنظم القائمة على الحوسبيات أنا لا أغبطكم في مهامكم ولكنني أتمنى أن أستطيع مساعدتكم فيها من بين مميزات الإنترنت والنظم القائمة على الحوسبيات الأساسية هي أنها تضخم من النتائج بمثل ما نراه في النشر والانتشار السريع للمضامين في العالم فهو عبارة عن مكبر صوت لأناس صوتهم هافت لدرجة أنه غير مسموع في العالم العادي وبالطبع التحدي هو كيف نضبط كل هذه الأمور وحضر المشرعين بأنه يستطيعون تشريع وإقامة قوانين ولكنهم لا يستطيعون إعادة النظر في قوانين الفيزياء ومهما حاولتم فلن تستطيعوا تغيير قوانين الفيزياء نحن كمواطنين في كل بلد ومواطني العالم وفي العقد الاجتماعي القرن الحادي والعشرين نحن نرجو أن يكون هناك عقد اجتماعي فيه قواعد وسلوكيات تمكننا من الشعور والعيش بأمان وسلامة في هذه البيئة الرقمية لذلك من الهام بالنسبة للبرلمانيين أن يعرفوا أو يتعرفوا على القدرات ومواطن الضعف الموجودة في تطبيقات القائمة على الحسبيات وأن يفسر التكنولوجيون للبرلمانيين وهذا جزء من واجباتهم المبادئ الأساسية لطرق اشتغال النظم هذه وأعتقد أن البرلمانيين هم من أصحاب أشأن في تحقيق العقد الاجتماعي فهدفنا وعموما هو الثقة والأمن والسلامة والشفافية والمساءلة كثير من الأمور المتصلة بهذه المفاهيم لتحقيق تشريعات مقبولة من طرف الجميع في الوقت الراهن نحن مندهشون بما تقدمه لنا تطبيقات البكاء الإصطناعي ونماذج اللغاوية وتعلم الآلي ولكن أعتقد أن هذا البهار ليس قائما على شيء عظيم جدا لأنه فيه أيضا بعض الأمور السلبية والضرر والذي علينا أن نتحاوط منهما ثم هناك موضوع وما كنتم لا تنتظرونه ولذلك أحذر دائما أقول إن هذا الفضاء هو فضاء مفتوح ينتظرنا في العام والعمل المقبلين على وهو توسيع الإنترنت إلى الفضاء متعدد الكواكب والآن نفتح فصلا جديدا لمجتمعات الإنترنت مع سيسوكي كونيكو وهي وكالة الفضاء اليابانية وهو فصل الإنترنت متعدد الكواكب وهذا بالطبع سوف يتطلب تعاونا وتنسيقا بين وكالة الفضاء الأوروبية واليابانية والكورية والنهزة في الولايات الأمريكية في العامين المقبلين عندما سيبدأ الإنترنت على سطح القمر ستبدأ المعاملات التجارية على سطح القمر ولذلك تداعيات على الأنشطة التجارية عموما على الرغم من أن معاهدة الفضاء الخارجي قد تم عقدها في 67 ولكنني أعيي أنه علينا أن ننبري لهذه الأسئلة هل يمكننا أن نمتلك عقارا على سطح الأرض مثلا هل تريد نازا أن تشتري مثل هذه العقارات أو منجم على سطح القمر هل عندنا قوة شرطة فضائية لفرض الانضباط في ما بين الكواكب والإنترنت سيرافق كل هذه الأسئلة وكل هذه الجهود إذن إن استطعنا تعاطي الإنترنت الأرضي في 2024 في الاجتماعات السنوية لمنتدانا أنا متأكد من أن موضوع الإنترنت متعدد الكواكب سيعود إلى جدول آملها شكرا لك شكرا لك وشكرا 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 لك على تذكيرنا أن الأمر سيكون أكثر تعقيدا في المستقبل فربما قد نعقد الجمعية العامة الأمم المتحدة في 2025 أو منتدانا في 2026 و27 و28 على المريخة أو على أحد الكواكب الأخرى قد ألقاكم في ذلك الكوكب حينها في 2027 شكرا أدعوكم الآن لأعطائي الفرصة لبرلمانيين الثلاث للتحقيبين هنا على المنصة للتفاعل معكم والحديد حول هذه الأسئلة الثلاث التي خاصة التحديات التي تواجهنا والدور المحوري الذي يؤديه البرلمانيين السيدة شمان اسويستا عضوة برلمان النبال السيدة لطيفة عبد الكريم مجلس الشورى من العربية سعودية السيد براندو بنيفي عضو من البرلمان الأوروبي شكرا تفضلوا سنبدأ بالسؤال المتعلق بالأمر التوجيهي الأوروبي الخاص بالفضائل الخارجي الذي ننتظره عن قريبة هناك كثير من الأعمال التي تجري في النطاق الخارجي للأرض وفي القمار الإصطناعية هنا تأكد من أننا سنكون مشغلين جدا بهذه الأمور في العوام القادمة ولكن لنعود إلى الأمور المعروفة حتى الآن الذكاء الإصطناعي سؤالي الأول المطروح عليكم هو بما أن المشرعين هم الفاعلون المحوريون في تطوير التشريعات التي من شأنها أن تساهمها في فضاء رقمي موثوق ما هو مطلب منهم في الفضاء التي هذه كيف يمكنه تحسين القدرات التقنينية والتشريعية وكيف يمكننا أن نطور تدابير حكم مرنة لمماشات الواتير المتسرعة للتكنولوجيات الجديدة ربما قلنا نبدأ بك يا رطيفة شكرا شكرا لك يا توماس وأنا سعيد بتواجدي معكم اليوم لنعود إلى الأرض بعد أن تحدثنا عن الفضاء وللنستعد للفضاء الخارجي أنا شخصيا أؤمن بثقة كبيرة بأن التكنولوجية مشأنها أن تقنن بنفس الأسلوب الذي اعتدنا عليه حتى الآن إذن نحتاج أن نستعد لتشريعات أو منهجية جديدة في سن التشريعات وهذه وبطبع المشارعون ينبغي أن يشركوا في تطوير هذه النظم لا ينبغي أن يعزلوا عن التطبيقات الجارية اليوم وإن أردنا من هذه التشريعات أن تكون ناجحة لا يمكن أن يبقى المشارعون في مكاتبهم بدون التعرف على ما هو وارد في الأرض في ساحة التطبيق هذا هو الشرط لنجاح التشريعات وبعد ذلك نحتاج إلى تشريعات مارنة متعددة أصحاب الشأن حتى تكون الابتكارات مسؤولة ومن أجل ذلك نحتاج إلى التصدي لكل جوانب اللا يقين وعلينا أن تكون في هذه التشريعات هوامش كافية من المرونة للتكيف والتطورات الجديدة وأعتقد أن هذا هو الذي سيبني الثقة مع المستخدمين والشركات لا أدري أن كان عندي وقت كبرلمانية ما هي أدوارنا كبرلمانيين فلنا دوران أساسيان في الواقع تحرير مشاريع قانون استعراض القوانين تعديل القوانين هذا ما يجري عموما في البرلمانات ولكن نحتاج إلى استراتيجية كبرلمانيين نحتاج إلى تشكيل مجموعة متعددة اللجان من ذوي الخبرات المختلفة وإعداد خارط الطريق بدءا بالأولويات وبدءا بالجواب على السؤال التالي ألا وهو ما هي التكنولوجيا التي ينبغي أن تقنن وكيف نقننها ولماذا ينبغي تقننها وفي الرد على هذه الأسئلة ينبغي أن يكون هناك اتساق بين التشريعات الجديدة والتشريعات القديمة ودورنا الثاني هو الإشراف والمراقبة فنحن هيئة مساءلة من بين جهات مساءلة أخرى يطلب منها أن تتعامل بشكل متوازن مع التشريعات بعيدة الأمد التي نستهتف فعندنا إذن العمل الآني قصير الأمد والعمل النائي بعيد الأمد أي تحرير مشاريع القانون تعديل المبادئ السياسات ثم ضبط مدى الامتتال لكل هذه التشريعات والقوانين كما أن هناك أمر آخر وأننا نحتاج إلى مناحج جديد لتعرف على المعايير التي تقوم عليها هذه التكنولوجيات الجديدة ولذلك نحتاج إلى رأب الفجوات السياسية في مراكز التكنولوجيات حتى نكون مولي منا بأسلوب عملي حامل المشاريع والشركات التكنولوجية أعتقد أنني تجاوزت الوقت المتاخلي شكرا لكم سعيدة بالتواجد معكم مرحبا بكم سؤالك طوي على أكثر مزاوية نظر الانترنت وهذه التكنولوجيات التطور بسرعة هائلة ويصعب على المشارعين مواكبة هذه السرعة في غالب الأوقات هذا يعني أننا نحتاج إلى موارد ومعنى ذلك نحتاج إلى خزان من الباحثين ومن المعتمدين الأوائل لتشخيص المخاطر حتى نبدأ بعملية التفكير في التقنين هذا هو الخطوة الأولى المطلوبة وبعد ذلك نحتاج إلى هذه الخطة مرتبة من أرفها إلى أيها حتى نخرج بسياسات تؤمننا مئة بالمئة وبعد ذلك نحتاج إلى المنادات أو إلى معرفة الظروف الخاصة والفريدة التي يعيشها كل بلد منا وبهذا نستطيع أن نتفق بشأن إطار عالمي مستلهم من حاجتنا القطرية الفردية وعلينا طبعا نعرف ما هي الإكرهات التي يعيشها بلدنا فعلى سبيل المثال هل النيبال هل النيبال تملك المنصة الكفيلة بتقنين شركات تكنولوجية أعظمى وما هي أفضل السبل الممكنة عندنا في النيبال لتأمين هذه الخدمات لذا قد نحتاج إلى تبني معايير الدنيا مشتركة في شتى أنحاء العالم بشكل عاضل للحدود لحماية الطفولة مثلاً وثالثاً أحتاج أيضاً إلى جلسات مثل هذه نتعلم الواحد فيها من الآخر ونستقي منها الدروس ونتجنب الأخطاء التي وقع فيها الآخر حتى لا نعيد ابتكار العجلة شكراً من جهة أعتقد أن السؤال التي طرحته قد رد عليه من الزميلتين عندي بعض الإضافات فقط يمكننا أن نقول إن الضغط موجود دائماً بين واجبين واجب التشريع المتشارك مع جهة أخرى في حالتنا مع المجلس الأوروبي وواجب مواكبة تغيرات التكنولوجية أي واجب ديمومة التواصل مع الفاعلين في سوق التكنولوجية والبحوث التكنولوجية وأعتقد أن هذا ينبغي دائماً أن يكون ويتم إلا بعد أن نعترف بأن هناك مصالح مشتركة وأن هناك عناصر قوة وعندما ننظر إلى التشريعات التكنولوجية ينبغي أيضاً أن نتعرف على أوجه اللاتوازن الموجودة فيها وأن نتعرف بوجوب الحفاظ على حيز كاف من الاستقلالية وأن نعرف ما هي السياقات واختلافاته فيما بينها يمكن أيضاً استخدام ما يسمى بالقوة اللاينة أو قوة السوق لبناء موقف متين عندما يأتي موعد تنفيذ تشريعاته لأننا في هذا المجال بالذات لا يمكننا أن نقتصر على القول بأن مجرد إجازة النصوص التشريعية والقواعد التشريعية كاف لتنفيذها ينبغي أن ننظر إلى هيكل الحكم وإمكانية التنفيذ أو قابلية التنفيذ علينا أيضاً أن نتفادى تقادم التشريعات عندما نعمل في مجال التكنولوجية السريع التطور والتغير والصحيح ما سمعناه في السابق من طرفي فينت سيرف عندما تحدث عن الحاجة في تحديد جميع مجالة استخدام التكنولوجية والذكاء الاصطناعي أنا شخصياً أعمل على ما يسمى بحالة الاستخدام والنساء على التكنولوجية في حديداتها وهذا الأمر ليس دائماً ممكن هو استثناء على القاعدة القاعدة من الأصل أن تحدد تأثير كل تكنولوجية على الواقع إن عملنا بهذا الشكل فربما قد نتحصن من التوابع السلبية لهذه التكنولوجية المتجددة على أمالنا شكراً إذن ما تقولونه لي هو أنه نحتاج إلى نموذج متعدد الأطراف متعدد التخصصات التعلم الواحد من الآخر ولكن كما نعلم البلمانيون ليسوا بالضرورة خبراء على جميع التكنولوجية عن انتخابهم ومنصبهم ولكن هم أيضاً بحاجة لتكنولوجية إن أردوا إجازة تشريعات معقولة فالسؤال المرافق لسؤال الأول هو بمأننا نريد جميعاً تعزيز التعاون بين جميع أصحاب الشأن والحكومات والقطاع الصناعي والمجتمع المدني والجامعات والأمان هذا كله ما نرغب في تحقيقه ولكن كيف تقومون بذلك؟ كيف تحصلون المعارف المطلوبة من أجل إجازة التشريعات؟ وما الذي ينبغي أن نقوم به من أجل تحسين الوجهة؟ يجربي أن أقول إن نموذج البرلمان الأوروبي مثير للانتباه في هذا الصدد إنه يقوم على بناء أكبر عدد ممكن من الفرص للمناقشة وللإعداد للعمل على سبيل المثال في مجال الذكاء الاصطناعي بدأنا بإعداد أعمالنا التشريعية التي بدأنا بنشرها حالياً في هذه الآونة بدأنا منذ السنة حيث أنشأنا لجنة خاصة تسهر على دراسة الموضوع من زوايا نظر عديدة ومختلفة وقمنا ببرام نقاشات مع الجامعات ومع أصحاب الشأن على تنوعهم ومع ممثلين عن منظمات دولية إلى آخره وكانت السنة مفيدة للغاية لأنها أعطت ومنحت للبلمانيين زاوية النظر الدرورية للعمل على هذا الموضوع المعقدي جداً وتحويله إلى جسم تشريعي فالتشريبة عندنا مختلفة ولكن مع ما كان الاختلاف أعتقد أنه من اللازم أن يكون هناك برمجة واستثمار حقيقي في الوقت المتاح أمامنا ما معنى ذلك؟ إنكم تعلمون أن عهد البلمانيين محدودة زمنياً وينبغي عليهم ولم يكون ما يكفي من وقت للتواغل في كل تفاصيل الموضوعات قبل البث فيها بقرارة ودائماً هم يتعرضون لضغط بسبب المواعيد الانتخابية أو بمواعيد باقتراب الاستحقاقات والتوقيت ينبغي دائماً أن يكون مناسباً قبل اتخاذ القرارات توقيت إشراك أصحاب الشأن والتهور دائماً يؤدي بنا إلى اتخاذ قرارات خاطئة ينبغي تصحيحها في ما بعد لذلك أعتقد أن اختيار التوقيت الأنسب هو أفضل ما ينبغي أن نبدأ به حتى نكون ناجعين عندما نريد إجازة تشريعات جديدة من هذا النوع السؤال بالطبع هو كيف نعد وننفذ السياسات التي نشرع لها كل دولة تقوم بتنفيذ لو كانت جميع الدول تنفذ كل ما هو مكتوب في تشريعاتها لما كانت هناك فئة من الدول تضعى بالدول النامية أعتقد أن المشوار يبدأ بالثقة كيف نبني الثقة؟ الثقة بيننا وبين هؤلاء الأصحاب الشأن المختلفين وكيف نحول الثقة إلى تعاون فعلي أعتقد أن الخطوة الأولى ينبغي أن تكون الاعتراف بأن العمل على هذه التكنولوجية الجديدة هي ما سيقول بنا في آخر المطافة إلى إمكانية فعلية لخلق تلك المدينة الفاضلة التي نحلم بها جميعا والتي يمكننا فيها أن نتواصل بحرية وسهولة وسلاسة وبالطبع تنفيذ السياسات رهين بمقدرتنا هل نملك المقدرة البشرية والقدرات والموارد لفهم الموضوع الذي نعمل عليها وهذه مشكلة كبرى تواجهها عديد من الدول النامية بما في ذلك النبال فنحن نشكو من هجرة الأدمغة مما يعيق طريقنا ويعيق فهمنا لمثل هكذا أمور تكنولوجية معاقدة في كثير من الأحوال وأنا أعتقد أن أفضل طريق للتعزيز هو مأسسة المجهود الذي بدأناها وهذا يعود بي لما قلته سابقا أي أن نبني على الشبكة التي نملك الآن وعلى المعارف التي راكمنا وبعد ذلك التفاعل بشكل سريع وخزان المعارف التي يمكن أن نستفيد منها إن أردنا أن نعزز التعاون وشكرا شكرا جزيلا أنا أود أن أضيف شيئا إلى ما قالته زاملتي لقد تحدثوا عن أصحاب المصلحة وعن غيرهم أنا أود أن أضيف شيئا آخر لدينا قدرة استخدام أدوات أدوات الذكاء الاصطناعي في البرلمان أعتقد أن هذا سيكون مهمة أنا سأستلهم من تجربتي أنا محاضرة في مجال الذكاء الاصطناعي وأنا أستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي أنا أود أن أستخدم هذه الأدوات في وضع القوانين وعندما يكون لدينا وقتا قصيرا لكي نفهم ونجز القوانين وغيرها من التشريعات والمنقرنة فيما بينها بالإضافة إلى شيء آخر أنت تحدثي عن التعاون فيما بين الحكومات نحن أنا عضو في مجلس الشورى نحن لدينا تعاون فيما بين البرلمانيين لدينا 150 بلدا في العالم نتعاون معهم وذلك من خلال لجان الصداقة نحن نتشاطر الممارسات ونتعاون على مستوى تأثير الأمن السبراني في مجالات عديدة والمبادئ المختلفة المتصلة بهذه المجالة هذا النوع من التعاون هذا النوع من الحوارات يساعدنا على تبادل فضل الممارسات وهكذا نساعد بعضنا البعض حتى نتمكن من وضع هذه التشريعات الجديدة إضافة إلى ذلك أن أعضاء البرلمان السعودي هم أيضا أعضاء في الإي بيو ولذلك فأننا كنا قد نقشنا في الإيريجوي في إطار القمة كلما يتعلق بالتحديات الخاصة بذكاء الاصطناعي طبعا إي بيو هو الاتحاد البرلماني الدولي إذن ونحن أيضا نتحدث عن دور المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية عفوا الآن أود أن أتحدث عن هذا الموضوع نحن نحتاج كبرلمانيين إلى الحوار فيما بيننا والبارحة أنا سمعت في الجلسة البرلمانية عن ضرورة أن نتبادل الممارسات الفضلة ضمن فيما بين البرلمانيين نحن علينا أن نتشاطر المعلومات الخاصة بمبادئ البيانات أيضا معايير حوكمة الإنترنت وغيرها من الأطر التي يمكن أن تساعدنا على تبادل المعرفة فيما بين البلدان هناك أمر آخر علينا أن ننظر فيه وهو التالي علينا أن نحسن جهوزيتنا فيما يتعلق باستخدام الأذكاء الاصطناعي وذلك عن طريق الربط بين قطاع الأعمال وغيرها من القطاعات أنا أتمنى بأن هذا المستقبل سيتبلور في وقت قريب شكرا جزيلا أعتقد بأن التعاون حسب ما سمعنا مهم جدا يمكن أن نعتمد على الخبراء ولكن علينا أن نتحاور فيما بين الحكومات حتى نتمكن من التوصل إلى المعايير الملائمة إذن علينا أن نتحاور ولكن الجواب إلى أي حد يمكن مواءمة معايير السلامة عبر الأقاليم والبلدان والصناعات حتى نتمكن من بناء ثقافة عالمية للثقة والأمن الرقمي كيف نحن نعرف بأن قد تكون قد انتخبتم في بلد تهمه أمور لا تهمه لا يهتم بها بلد آخر إذن كيف يمكن إذن تشاطر كل هذه المعلومات فيما يتعلق بمعايير السلامة ومواءمة هذه المعايير مع وضع متطلبات دنيا فيما يتعلق بالسلامة والأمن وغيرها من المعايير الخاصة بالتكنولوجيات بشكل عام ليس فقط الذكاء الاصطناعي البيانات من الأمور التي يمكن أن تشتازى الحدود الجغرافية للبلدان إذن ما هو مدى التعاون عبر الحدود التي تحتاجونها من أجل بناء الثقة والأمن الرقمي وذلك من خلال العمل فيما بين البرلمانات برأيي أن المهم هو كما قلت لكم في وقت سابق عندما يكون لدينا فضاء سيبرانيا آمنا فهذا يتيح لكل بلد ولكل شخص في العالم في أن يستفيد من هذا الفضاء أعتقد أن هناك العديد الأمور التي يمكن أن تكون مفيدة وأذكر بهذا الشأن الكرم في الاستعداد لتبادل المعلومات وكذلك التكنولوجيات أنا على يقين بأن هناك بعض الباحثين والأوساط الأكاديمية إلى آخره في بلد ما التي لديها خوارزمات من أجل كشف الديب فيكس أو التكنولوجيات التي تؤدي إلى التزييف العميق إذن هذه هي من المسائل التي يمكن أن نتعاون فيها حتى نتمكن من رفع هذا التحدي المتعلق بتقليل من أضرار هذه التكنولوجيات فأعتقد بأن الحفاظ على أمن وسلامة الجميع هو أمر أساسي هذا أولاً ثانياً في حين أن هناك معايير دنيا يمكن أن نتفق عليها فيما يتعلق بوضع المدونات وكافية التعامل مع المشاعات العامة فإن كل تكنولوجيا بحاجة أن تتكيف حتى تتمكن من تكون ملائمة مع السمات الفريدة لكل مجتمع محلي وأضربه مثلاً صغيراً نتحدث عن محو الأمية الرقمية بغض النظر عن التكنولوجيا عندما يكون هناك تفاعلاً بين البشر وبين هذه التكنولوجيا فإنه عندما تريد أن يكون لديك كلمة سر مثلاً أن نساعد بعضنا البعض حتى نتمكن من تحديد الأطر العامة لعملنا وكلما تحدثنا فيما بيننا ومع الشركات التكنولوجية نعمم الوعي بأنه يجب أن نثق بكل ما نقرأه على الإنترنت علينا أن نتفق على معايير دنيا نكون مسألين على أساسها ويكون هناك أسئلة مثلاً ما هي المسائل التي لا يمكن التفاوض فيها شأن حماية الصغار بالسن وأعتقد بأن أنا سمعنا منكم تجربة فريدة من نوعها ونحن قد تعلمنا منها الكثير أنا آمل بأنه على السعيد الدولي كل حكومة كل منظمة يمكن أن تلتزم بهذه المعايير الدنيا وننطلق منها حتى نتمكن من وضع معايير متفرعة عنها تلائم المجتمعات المحلية وشكراً برأي أنه إذا ما أردنا أن نتحدث عن إنترنت جديراً بالثقة إذا ما نظرنا إلى مسائل الدقاء الاصطناعي وغيرها من المسائل التي نناقشها في هذا الإطار مما لا شك فيه بأن التعاون يكون مهماً جداً مثلاً يمكن أن نبحث عن فضاء لهذا التعاون الدولي ولكن من المهم أن لا يكون هناك لغط وخلط بين المستويات المختلفة في هذا الصدد مثلاً هناك مسائل وهناك مخاطر هناك مشاكل وعندما نواجه هذه المخاطر في بعض الأحيان تكون متعلقة بالحياة اليومية للأفراد وتكون فعلاً محلية ويجب أن نسن تشريعات حتى نحافظ على سلامة وأمن الناس وحتى تغطي الاستخدامات اليومية للتكنولوجيا أعتقد أنه إذا ما نظرنا إلى المخاطر المنظومية المتعلقة بهذه التكنولوجيات بما فيها الحاجة إلى أن يكون لدينا تعريفات مشتركة وفهماً مشتركاً لما نقوم به فعندها نرى بأن دورة المنظمات الدولية مهم جداً نحن نتحدث عن أمام المتحدة نعم ولكن هناك أيضاً منتديات أخرى حيث أنه يتم منقشة هذه الموضوع سمعنا رئيس الوزراء كيشيدا يتحدث عن عملية هيروشيما بشأن الذكاء الاصطناعي هذا مهم جداً ويمكن تطبيق ذلك على الإنترنت اليوم وعلى تكنولوجيات أخرى وقد رأينا بأنه يمكن أن نتعلم من بعضنا البعض يمكن أن نرى بأن هناك بعض القرارات الخاصة بحماية البيانات وما يمكن أن نطلب من المنصات أن تقوم به نحن عندها يمكن أن نتعلم من بعضنا البعض نرى بأنه مثلاً في أوروبا هناك مسائل يتم مناقشتها في أوروبا ويتم الالتهام منها في بلدان أخرى لا بل تصبح الصيغة الثانية أفضل من الصيغة الأصلية نرى هذه الأمثلة في كل مكان ونعتبر بأنها مهمة جداً عندما نعمل في هذا الاتجاه أعتقد بأننا سنستفيد جميعاً من ذلك برأيي أن البرلمانيين باستطاعتهم أن يطلعوا بهذا العمل عن طريق التوجيه في المسار الصحيح وعلى المشرع أن ينظر في الحاجات الأفراد لأنه لديهم طريقة مختلفة في التفكير أما أعضاء البرلمان فإنهم يفكرون في الأثر تأثير ذلك على الأفراد هذا فيما يتعلق طبعاً بتطور التكنولوجيات مثلاً فيما يتعلق بالإنترنت وذكاء الاستناعي الذي ناقشه في إطار هذه الجلسة وشكراً أنا أود أن أضيف شيئاً نحن نعرف بأن الشفافية أنا شفافية مهمة وقد نقشنا ذلك في عدة أترى سواء في الأمم المتحدة مثلاً في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أيضاً في اليونسكو في إطار اللجان الخاصة بالأخلاقيات المتعلقة بالذكاء الاستناعي نحن كنا 24 مجموعة لأصحاب المصلحة من عدة أقاليم ومن عدة أوساط ويمكن أن تتصوروا مدى الاختلافات فيما يتعلق بهذه المبادئ إذن خلال المناقشات والمفاوضات نحن نتوصل إلى مبادئ مشتركة وإلى خطوط متعلقة بتدابير سياساتية تحدد النهج الذي يسمح لنا برفع تحديات معينة كما تعرفون فأن اليونسكو لديها لديها توجيهات اعتمدتها 193 دولة عدو يمكن الاستلهام منها ويمكن أن نطبقها في بلداننا وفي تشريعاتنا كيف نقوم بذلك؟ يجب علينا أن ننظر في قيامنا الخاصة في أيضا المعايير الثقافية والحضرية لبلدنا وأن نستلهم من هذه المبادئ العالمية ما هو مهم بالنسبة إلينا حتى ندخلها في تشريعاتنا في المملكة العربية السعودية نحن من الدول التي قامت بتطبيق توصيات اليونسكو بشأن الذكاء الاصطناعي ونحن كيفناها مع متطالبات البلد وحرصنا على أنه نحن مثلا اخترنا الهيئة التي يمكن أن تعكف على تدارس هذه المبادئ حتى تدخلها في الهيئات المختلفة في الحكومة منذ شهرين وفي يوليو تموز أيضا الرئيس الوزارة دعا إلى إلى إنشاء مركز للبحث في الذكاء الاصطناعي إقامته في المملكة العربية السعودية حتى ينظر في المساء المتعلقة بالأخلاقيات وأيضا بمخاطر الذكاء الاصطناعي هذا ممكن لك أجيب على سؤالك ويمكن أيضا أن يوجهنا في الطريق الصحيح بهذا الصدد شكرا جزيلا لا يزال لدينا وقتا ولذلك يمكن أن نطرح أسئلة إضافية أنا أعمل في الحكومة وأنا أتابع العديد من المسائل التي طلعت بها هيئات دولية مما لا شك فيه بأن الاتحاد البرلماني مهم جدا ولكن هناك أيضا منظمات أخرى مهمة تعملوا بشكل مهم بهذا المجال هل تعتقدون مثلا أنه يمكن العمل الذي نقل مع الاتحاد الدولي للاتصالات وأيضا مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وغيرها حتى نتصل حتى يكون هناك اتصال ليس فقط بالحكومات وإنما أيضا مع منظمات أخرى يمكن أن يعود عليكم بالنفع أنتم كبرلمانيين ما هي التوجيهات التي يمكن أن تتحدثوا عنها نعرف بأن الاتحاد الأوروبي يضم عدة بلدان كبيرة ولكن هناك بلدان صغيرة لا تستطيع أن تدفع أتعاب الخبراء بهذا المجال فما هي المشروع التي يمكن أن تقدمونها أنت تحدثت برأيي أنه قد يكون من المفيد إذا كان هناك منصات دولية تعمل بشكل وثيق مع أعضاء البرلمان في النبال لدينا تتغير الحكومة بشكل متكرر ولدينا أعضاء برلمان يمكثون في مواقعهم لمدة طويلة ولذلك فإنه يمكن أن يؤمنوا استمرارية أعتقد بأنه من الضروري أن ننظر في ما تقوم به الدول الأخرى حتى نتعلم من تجربتها ومن خبراتها وننقل إلى حكومتنا وإلى بلدان إلى بلدنا ما قد يكون مفيدة من نسبة إلينا وذلك من خلال التحاور مع برلمانيين وأيضا منظمات أخرى هذا أولا ثانيا نحن علينا أن نبتعد عن النهج القطاعي وأن نحاول عقد حوار بعيدا عن ازدواج الأعمال وبشكل يسمح لنا بتواصل إلى نهج متناغم بشأن البيانات واستخدامها ويمكن بعد ذلك الاستناد إليه بغية تطبيقه في مجالات مختلفة هل توافقونها الرأي أو هل تريدون إضافة شيئا ما؟ هذه أيضا تجربتنا أنا أعتقد بأنه قد يكون من المهم أن نتعلم من بعضنا البعض لماذا؟ لأن هناك أشكال تعاون متقدمة مع بعض المنظمات حتى مع تلك التي أنتم ذكرتمونها قد يكون هناك قد لا نتمكن التشاور مع كافة هذه المنظمات ولكن يمكن أن نستند إلى فضل الممارسات وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي يمكن مواءمة نهجنا أعتقد بأنني أجبت على هذا السؤال قبل أن طرحته لدي بعض الأفكار للاتحاد عندما يكون لدينا هيئات من الأمم المتحدة شأن اليونسكا وغيرها والتي تعمل على السعيدة الدولي من المهم أن تأخذ بعين الاعتبار التشاور مع أعضاء البرلمان لأنه يمكن أن يكون لديهم أفكار حول التوصيات التي يمكن أن تضعها هذه الهيئات والمنظمات أعتقد بأن مشاركة أعضاء البرلمان في هذا الصدد تكون مهمة جدا شكرا لدي سؤال آخر أعتقد بأنكم أجبتم على هذا السؤال في بداية الجلسة نظرا لتغييرات سريعة في التكنولوجيات ونظرا لأنه ليس لدينا التكنولوجيات التي تبقى مستقرة لفتاة طويلة والتي تتعرض للتغيرات بعنيه بهذا أنه بالنسبة للتكنولوجيات التي نتحدث عنها هنا فأنها تتغير وتتبدل بشكل سريع على خلاف تكنولوجيات أخرى إذن إذا كان التشريع يستغرق عدة سنوات في الوقت الذي تتبدل فيه التكنولوجيات بسرعة فنحن لا نتوصل إلى منتج نهائي بسرعة كيف يمكن أن تتكيف التشريعات مع هذه التغييرات السريعة؟ كيف يمكن أن نرافق هذه السرعة في تبدل التكنولوجيات؟ كيف يمكن أن نتكيف بشكل مستمر حتى لا نطيل في التوصل إلى تشريعات لهذه التكنولوجيات؟ كيف يمكن أن ترفع هذا التحدي المتعلقة بطول مدة وضع التشريعات؟ برأيي هذا يعتمد على القانون، على طبيعة القانون عندما الأمر يتعلق بالبيانات والتكنولوجيات فإننا قد استغرقنا وقتاً طويلاً الفكرة هنا هي أننا بحاجة إلى العمل بموازاة هذه التحولات كان لدينا مسودة لمدة عشر سنوات برأيي بأنه على الجميع أن يشاركوا في العمل بهذا المجال إذا لم أنتم أيها البرلمانيين إذا لم يكن لديكم هذه المسودة عليكم أن تبدأوا بإعدادها من الآن حتى تكون جاهزة في اليوم الذي تحتاجون إليها نحن لدينا ما يسمى بسناديق الرمل إنها أيضاً مهمة جداً لا نعرف كيف يمكن أن نغطي أو أن نعالج كافة الأوجه المتعلقة بالتكنولوجيا المتغيرة إذا لم تتمكن من اعتماد نهج استباقي إذن أنت تقولين بأنه يجب أن نعمل على عدة مستويات وعلى تشريعات يمكن أن تتكيف مع المتطلبات أنا أود أن أقول ما يلي كما سمعنا الوقت يمتد على عدة سنوات ولكن أهم من ذلك يجب أن نحظى بالأدوات الملائمة فالأمر لا يتعلق فقط بتحديث وتحيين التشريعات فنحن بحاجة إلى أن تكون هذه التشريعات لينة بشكل يمكن أن تستقبل فيه التعديلات نحن لا نريد أن يكون هناك تجزئة للتشريعات وتجزئة للأسواق نحن بحاجة إلى تشريع يكون متينا ولا يؤدي إلى هذه التجزئة والتشرظام ويمكن أيضا أن نستعين بتدابير تنفيذية على ضوء إشراف من البرلمان فنحن علينا أن نتحلى بالمرونة لماذا؟ لأن الوقت أمر مهم جدا نحن نؤمن بالديمقراطية حتى يقدر الناس عملنا يجب أن نفرز عملا ناجحا يتكيف مع المتطالبات الزمنية برأي أنه لدينا رزم أدوات مختلفة ونعطي مهلة للبرلمان حتى يفرز التشريعات أو التدابير المطلوبة يمكن أن لدينا مثلا ستين يوما كمهلة يمكن الاستفادة من ذلك ولسيما إذا كان لدينا حالات فمثلا عندما عندما كان هناك مثلا العمولات الافتراضية وكذلك البلوكتشين طرت الحكومة بوقف ما كان من المتوقع أن نتخذه من تدابير هذا الشيء نحن لم نكن نفهم هذه المواضيع في الماضي يجب أن نعمل مع المبدعين حتى يشرح لنا ما الذي يجب أن نتوقعه في المستقبل حتى نكون متأخرين عن فهم هذه الابتكارات عندما تحصل شكرا جزيلا لدينا بعض الدقائق المتبقية إذا كنتم موافقين معي إذا كنتم توافقوني الرأي يمكن أن نعطي المايكروفون للحاضرين في القاعة فإذا ما أرادوا يمكن أن نترحوا الأسئلة على أعضاء البرلمان هذه فرصة يمكن أن تنتهزوها الرجاء أن تعرفوا عن أنفسكم قبل أن تترحوا سؤالكم أو تدلوا بتقييمكم أنا اسمي سمويل جورج وأنا عضو برلمان في غانا نحن سمعنا عدة مداخلات وعدة آراء نوافق مع معظمها ولكن أنا عضو برلمان في أفريقيا يمكن ربما أن أتفهم ما تقالته نيبال وأعتقد بأن المملكة العربية السعودية ليست دولة نامية الأمر نفسه بالنسبة للمتحدث الآخر نحن نريد إذا ما كان لدينا مبادئ مثلا متأتي من أوروبا أو من الولايات المتحدة الأمريكية أنا لم أرى أي عضو في الكونغرس الأمريكي يشارك في الجلسات جلسات منتدى حوكمة الإنترنت في الماضية نحن أتساءل في البارحة سمعنا عن قانون الأمريكي الخاص بالسحابة هذا أيضا نرى بأنه من بعض الأمور التي سمعناها يمكن أن تشكلها خطرا على الأفراد في أفريقيا نحن نريد أن نبني أفريقيا نحن نريد معايير دولية كيف يمكن نأخذ بعين الاعتبار وشهد النظر الأفريقية حتى نأخذ بعين الاعتبار قيمنا المحلية وكذلك ثقافتنا المحلية عندما نريد بناء منصة تحظى بثقة فنحن لا نريد فقط بالنظر إلى إلى أصحاب الدور من غير الحكومات مثلا لدينا الأربعة وثلاثين وهي سنة مهمة جدا عفوا عدد ألفين وأربعة وعشرين ستحصل عديد من الانتخابات في البلدان في العالم من بينها أفريقيا وبلدي مثلا إذا نظرنا إلى كافة العالم فهناك مسألة مهمة جدا متعلقة بالتضليل سواء كان متعمدا أو لا إذن فنحن نريد أن نفهم كيف الآن نريد لدينا تعليمات من بلدان أخرى وتفرض علينا لا يجب أن يكون لدينا حوارات حتى نتوصل إلى إنترنات آمنا ولذلك على كل من لديه دور في هذا المجال أن يتحمل مسؤولاتها أنا لم أرى أي حكومة أفريقية لديها القدرة لتطبيق هذه المعايير دون أن يكون لديها موافقة من هؤلاء اللعبين الكبار أنا لن ألقي باللوم على البرلمانيين الأفريقيين أو الحكومات الأفريقية فأنا عندما أنظر إلى أوروبا فأجد أن أوروبا تعمل بصورة جماعية وليس بصورة فردية على مستوى الدول فعلينا إذن أن نرى التدابير التي اتخذها البرلمان البان أفريقي والاتحاد الأفريقي في نفس الوقت فإذن يجب أن يكون هؤلاء على مائدة الحوار شكرا جزيلا حيث أنكم من البرلمانيين يمكن أن تتقدموا بهذا الطلب للمنظمين أن يحاولوا أن يشركوا المجاركين مثلا أو البرلمانيين من الكونجرس الأمريكي من ضمن أماكن أخرى طبعا يمكنكم أن تعلقوا على هذا أنا أتفهم تماما أن الدول الصغيرة والدول النامية ليس بإمكانها أن تفاوض بصورة جماعية مثل ما هو الحال بالنسبة للاتحاد الأوروبي ونحن في نيبال فنجد أن علينا أن ننظر في مسألة عبور الإنترنت للحدود وأعتقد أنه علينا أن نقيم الحوار بشأن هذا الموضوع لكي نتعامل مع الآفات الاجتماعية المختلفة مثل التضليل والمعلومات الكاذبة وأيضا الأنباء الكاذبة يجب أن تكون هناك معايير دنيا يجب أن نلتزم بها ما هي هذه المعايير؟ ما هو بعض المحتوى مثلا الذي يحتاج إلى تنظيم؟ كيف يمكن أن نعطي الفرصة للشركات الصغيرة لكي تبتكر؟ فالشركات الصغيرة في هذه المساحة أو في هذا الفضاء أمامها عوائق كثيرة تجعلها تتخلف خلف الراكب فأنا أتفهم ما قلته وأعتقد أن علينا أن نقوم بمناصرة حد أدنى من المعايير حتى نحافظ على سلامة وأمن مواردنا المحدودة مرحبا أنا من نيبال كانت هذه هي جلسة شيقة ولقد استمعنا إلى الكثير الذي قمتم به كبرلمانيين ولكن لازل أمامنا الكثير الذي يجب أن ننقذه أيضا أنتم كبرلمانيين كمشرعين سؤالي هو كيف ستشركون الشباب في هذه العملية في مناطقكم المختلفة كيف تشركون الشباب أو ما هي خططكم لإشراكهم حتى يصبح الإنترنت أكثر أمنا هذا سؤال جيد كيف تشركون الشباب أنا أحاول أن أتصل مع الشباب وهم نعتبرهم طبعا من صغار الناخبين أحاول أن أعطي رسالة واضحة أنهم إذا لم يتواصلوا إذا لم يتفاعلوا مع هذه القضية وإذا لم يحصلوا على الأدوات لكي يتفاعلوا أو إذا حصلوا على الأدوات ولكنهم لا يريدون التفاعل فإن هناك آخرون سيقومون بالتفاعل بدلا منهم وهذا يعني أنهم لن يكونوا جزءا من هذا المستقبل في كثير من الأحيان يقول السيادسيون ويتشدقون بكيف أن الشباب هم المستقبل ولكن للأسف هذا مجرد كلام في كثير من الأحيان فإن مجريات الأمور تقع في أيدي الأجيال الكبيرة كبيرة السن ففي بعض الأحيان هذا أمر متفاشن ولكن علينا أن نحاول أن نقنعهم بأنه يجب أن يكونوا جزءا من هذه العملية فلا يمكن لأي شخصا يقول أنه لا يهتم بالشباب لا يكترث بالشباب يكترث فقط بكبار السن فإن هذا لا يحدث من سياسيين يقولوا هذا ولكن الأفعال تختلف عن الأقوال فإذا كان من يقرر هم كبار السن فمعنى ذلك أنه لن تأخذ احتياجات الشباب ومصالحهم في الاعتبار عندما مثلا أنظر إلى هذه الأمور أجد أن علينا أن نقوم بهذه المؤسسات والسياسات علينا أن نعطي الفرصة للشباب يجب أن يستغل الشباب هذا الزخم حول المواطنة الرقمية الحقوق الرقمية تطوير فهم عالمي للإنترنت والذكاء الاصطناعي يمكن للأجيال الشابة فعلا أن تساهم في هذا العمل ويجب أن نقوم بإشراكهم أنا مقتنعة بما قلت ومثلا أنا قصتي الشخصية هي أنني انضممت للبرلمان للمرة الأولى أنا كنت أعمل في القطاع الخاص في الماضي وأنا انضممت للبرلمان لأنني مؤمنة أن الأجيال السابقة لن تفعل أي شيء إذا تغير المناخ وإذا الكثير من الآفات التي تعم المجتمع فقررت أن أنضم للبرلمان لكي ألهم من لم يشارك من قبل في أن يفعل ذلك وهناك طريقة حاولت بهما أن أشرك الآخرين هناك هذه التعبيرات التي تستخدم مرارا وتكرارا ولكنها لا تجتذب انتباه الشباب فأنا حاولت أن أشرح لهم معنى هذه العبارات حاولت أن أشرح لهم ما سيعنيه الافتقار إلى هذه السياسة أو تلك بالنسبة لحياتهم ما سيكون أثر هذا على حياتهم فأنا حاولت أن أفسر لهم هذه اللغة المعقدة التي يستخدمها المشارعون بحيث تترجم إلى لغة مفهومة لهم في حياتهم اليومية الأمر الآخر هو أنني حاولت أن أشجعهم على المشاركة لأنه إذا لم يشاركوا الآن فإنه لن تكون هناك فرصة لكي نغير من هذا الخطاب طبعا أنا أتفق مع المتحدثين من قبلي إن السعودية بلد أغلب السكان فيه من الشباب تحت سن الثلاثين فكل ما نفعله هو العمل من أجل الشباب ومع الشباب وفي هذه الحالة في كل القطاعات نحن نتعامل مع المتطلبات الخاصة بالشباب ونأخذ رأهم في الاعتبار إذن هؤلاء البرلمانيون الثلاثة سنهم تحت متوسط سن البرلمانية العادي نحن نعرف أنه في الغرب في كثير من الأحيان فإن البرلمانيين أكبر سنا ولكن طبعا توزيع الجورافية أو السكانية في السعودية مختلف إذن دعونا نأخذ سؤالا أخيرا السلام عليكم أنا من باكستان لدي سؤال سيدة بجانب الميسر لأنها تنتمي إلى نفس المجموعة التي أنتمي إليها سؤالي يتعلق بإغلاق الإنترنت من قبل الحكومات لتحقيق مكاسب سياسية فإن إغلاق الإنترنت من أجل تحقيق مكاسب سياسية أمر يحدث ما الذي يمكن أن تفعلونه من أجل أن تقوموا بحوكمة الإنترنت لتتعاملوا مع هذا الموضوع في بلادي هذا العام أغلق الإنترنت لمدة ثلاثة وأربع أيام فقط لأسباب سياسية فما الذي يمكن لمنتد حوكمة الإنترنت أن يفعله في هذا الصدد؟ وكيف يمكن أن يتم تنفيذ مثل هذه التنظيمات الرامية إلى منع ذلك؟ ما هو السؤال تحديدا؟ السؤالي هو إذا قلنا أن النفذ إلى الإنترنت هو حق من حقوق الإنسان إذن فإن إغلاق الإنترنت من قبل الدولة لتحقيق مكاسب سياسية هو أمر مخالف لهذه الحقوق فما هي التدابير التي يمكن أن يتخذها منتد حوكمة الإنترنت في هذا الصدد؟ نعم نحن كبرلمانيين نعتبر أن النفاذ إلى الإنترنت أنا أتحدث يقول متحدث عن إغلاق الإنترنت من قبل الدولة في حالتنا هذا لا يحدث ولكن سؤالك ما الذي يمكن أن يفعله البرلمانيون في هذا الصدد عندما يتعلق الأمر بإغلاق الإنترنت؟ نعم في حال التزعزع السياسي في البلاد فإنه في بعض الحالات تقوم الحكومة بإغلاق الإنترنت لتحقيق مكاسب سياسية من أجل أن يوقف تقدم المعارضة مثلا هذا حدث في باكستان في العام الماضي فما هي التنظيمات أو القواعد القوانين التي يمكن أن يستعم بها في هذه الحالة؟ أعتقد أن هذا السؤال يجب أن يوجه إلى الاتحاد البرلماني الدولي فحيث قد توجد بلاد تواجه نفس المشكلات ما بالنسبة لي فأعتقد أنه لا يجب السيطرة على النفاذ إلى الإنترنت في الماضي كان السؤال هو هل الاتصال بالإنترنت هو حق؟ واختفى هذا الأمر الآن وظهرت أسئلة من قبيل هل يجب أن يتم إغلاق الإنترنت؟ الحق في عدم الاتصال بالإنترنت إذا اعتبرنا هذا حق من حقوق الإنسان أو أحد أمثلة على حق في التعبير أو حرية التعبير فهذا أمر مقبول الآن ولكن أيضا هناك المسألة الاقتصادية ما هو الحق؟ هل هو الحق في التواصل؟ ولكن كيف يمكن أن نختار هل مثلا يجب أن يكون هذا الحق مجاني؟ فمثلا نحن ندفع لقاء قراءة الصحف أو مشاهدة التلفاز في بعض الحالات مثلا في أوروبا يمكن أن يتم تقليص حرية الحصول على المعلومات أو حرية التعبير في حالات معينة وهناك قوانين تقنن هذا الموضوع وتتحكم فيه ولكن يجب أن تكون هذه الأمور كلها محددة بصورة واضحة وأن تكون معروفة للجميع هل يحدث مثلا هذا؟ هل كان الوضع مثلا واطع طارق؟ يستوجب هذا إن الضراع التنفيذية لديه في كثير من الأحيان الموارد للقيام بذلك ولكن إذا فعلوا ذلك فإنه دور البرلمان أن يقوم بمساءلة الحكومة هل كان إغلاق الإنترنت ضروريا فعلا؟ وماذا كانت الخيارات؟ هل كانت هناك خيارات في المقام الأول؟ وأيضا يتم النظر إلى الحقوق الأساسية التي تم انتهاكها بإغلاق الإنترنت فأعتقد أنه من الضروري أن تتم مساءلة الحكومة في هذه الحالات أنا أتفق مع ما قالته الزميلة هل يمكن أن يتم القيام بهذا العمل بصورة مختلفة؟ هل كان الهدف مثلا شرعي؟ لأنه في بعض الأحيان هذه هي الطريقة التي تنتهك بها حقوق مثل حق النفاذ إلى الإنترنت قد تستغل الحكومة أو تتذرع الحكومة بذريعة أو بأخرى من أجل تحقيق مكاسب سياسية عبر إغلاق الإنترنت كما قلت لذلك علينا أن نبني فهما مشتركا مسألة تقليص النفاذ إلى الإنترنت هذه يجب أن تتناسب مع الأسباب التي تدعو الحكومة إلى القيام بذلك فهذا موضوع حساس بالنسبة لي ويجب أن نعمل على بناء فهم المشترك نرى في هذه الأيام تقسيم الإنترنت أو تفتيت الإنترنت وفي هذا السياق يجب أن نذهب في الاتجاه المعاكس أن نعمل على وجود إنترنت موحد للجميع أعتقد أن هذه هي الكلمات الملائمة لاختتم هذه الجلسة أعتذر ولكن الوقت داهمنا وأتمنى أن تتح لكم فرصة التحدث مع البرلمانيين الحاضرين هنا في منتدى حوكمة الإنترنت أتمنى أن نتمكن من مناقشة هذا الأمر بصورة موسعة في المستقبل أيضا في وجود برلمانيين من الكونجرس الأمريكي شكرا جزيلا على تواجدكم وعلى هذا النقاش الشيء الذي تعلمت منه الكثير شكرا جزيلا